فرصة استثمارية اللي راغبين بالاستثمار في إسطنبول من الدور العاشر عم يكون في عنا أطلالات على البحر وجزر الأميرات المشروع مثل ما نعم نشوفه المشروع اللي حاب يستثمر في العقار في إسطنبول عم يكون جداً مناسب للإستثمار في إسطنبول وعم يكون ما في عنا أي رسوم للطابق على بعد عشر دقائق من المشروع عم يكون في عنا محطة مترو كاديكوي بالإضافة لمرمراي اللي واصل بين قسم الآسيا وإسطنبول وقسم الأوروبية من إسطنبول يسعد أواكم متابعين شركة إليغانت هوم العقارية في إسطنبول نحن اليوم تواجهي معكم في القسم الآسياوية من إسطنبول تحديداً بمنطقة كاديكوي تم افتتاح مبيعات مشروع جديد ومشروع حالياً قيد الإنشاء راح يتم تسليمه بشهر حزيران 2023 المشروع عم يكون فرصة استثمارية للي راغب بيستثمر في العقارات بالإضافة عم يكون في إعفاء تام من رسوم الطابق ما في أي رسوم طابق للمشروع خليكم معنا لنشوف تفاصيل مشروع أكتر نشرح عنه أكتر على المكت بإضافة نشوف شاء النموذجي المشروع عم يكون متألف من ستة بلوكات ولكن هلا شغالين على المرحلة الأولى اللي هي عبارة عن ثلاثة بلوكات مساحة أرض المشروع عم تكون ستة وعشرين ألف متر مربع بارتفاع طابق لكل برج ثلاثة وعشرين طابق عم يكون في الأدوار الأولى أربع أدوار الأولى اللي هي عبارة عن محلات وكفيات المطاعم رح تكون نعتبر نحن تشقة أول طابق في البلوك في البناء يعني في نعتبر دور خامس رح تكون ارتفاع البلوك مثل ما تزكرنا عم يكون ارتفاع بلوك ثلاثة وعشرين طابق أنماط الشاء اللي عم تكون متوفرة في الأبراج من غرف وصالون لأربع غرف وصالون بمساحات مختلفة من الدور العاشر عم يكون في عنا أطلالات على البحر وجزر الأميرات بالنسبة لخدمات الموجودة داخل المشروع عم تكون في عنا على مساحة 300 ألف متر مربع في موجود عنا المسبح المغلق بالإضافة للصال الرياضي بالإضافة للحمام التركي بالإضافة لغرف السونة وغرف البخار وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال مثل ما عم نلاحظ نحن خارج المجمع في عنا كتير مناطق خضراء ولكن في هذه المناطق خضراء راح تكون فقط كجلسات ما راح تكون في أي فعاليات الفعاليات كلها تكون مغلقة وداخل المجمع طبعا المشروع يكون مشروع استثمارة بمنطقة كاديكوي في القسم الأسيا من إسطنبول وعم يكون سكنة به نفس الوقت على بعد عشر دقائق من المشروع عم يكون في عنا محطة مترو كاديكوي بالإضافة لمرمراي اللي واصل بين قسم الأسيا وإسطنبول وقسم الأوروبا من إسطنبول بالإضافة العديد من الخدمات الموجودة حوالي المشروع إن كانت من جامعات خاصة وجامعات حكومية من أشهرها جامعة مرمرة عم تكون كتير قريبة عن المشروع على بعد تقريبا 15 دقيقة من المشروع عم تكون طبعا تاريخ تسليم المشروع مثل ما ذكرنا في البداية عم يكون بشهر ستي إلى 2023 حاليا رح شوف شاء النموذجية الغرف وصالون والثلاث وصالون فضل معنا خلا هون رح نشوف غرف وصالون بمساحة 80 متر مربع عم تكون مطبخ مفتوح طبعا كل النماذج فيه اللي عم تكون في المشروع مثل هذا النموذج للغرف وصالون طبعا نشوف نحنا المطبخ والمع الصالة عم تكون جدا واسعة المطبخ عم يكون متسلم معنا الطباق الكهربائي بإضافة لساحب الهواء والفرن وجلاية الأطباق عم تكون هنا البرات طبعا خارج خارج التسليم لا رح يتسلم معه لكن رح يكون مكانه فارغ بالنسبة للفرش والديكورات ما رح تكون موجود رح يكون تسليم على البوية مثل هيك رح تكون تسليم تقصدًا موسيقى خلف الباب مباشرة نكون في عندنا هون خزانة لوضع الأحزية ووضع المعاطف وفينا نستخدمها صدامات ثانية الآن نرى الحمام تبع الغرفة وصارهم الحمام يكون جدا واسع ويكون في مكان لوضع الغسائل ويستسلم بهذه الطريقة جدران تكون سرميك والأرضي تكون سرميك حاليا عم نشوف غرفة النوم عم تكون الغرفة جدا واسعة ولكن في التسليم رح تستلم عن تكون عدهان ما رح تكون ورأى الجدران هذا اللي شايفين ونحن هون ما رح تكون التخت موجود هلا رح نشوف ثلاثة غرفة وصارة اللي هي الشقة النموزجية بمساحة 178 متر مربعة بالمدخل طبعا عم نكون موجودة لنا في عندنا الخزن الخزن عم نكون فيها عدة استخدامات منها الوضع المعاطف منها كاستخدامات أخرى عم تكون خون عم يكون عندنا مكان غسات الملابس فيها نوضعهم فوقها النشافة ويحبين تكون أدراج لوضع الملابس ملاحظ ما بعض ارتفاع السقف عم يكون نسبيا عالي بالإضافة لديكورات والتشتيبات طريقة دخول المدخل طبعا رح تكون تسليمه بهالطريقة هاي الأرضيات عم تكون سيراميك حاليا رح نشوف المطبخ المطبخ متبع ما شوف رح تكون طريقة تسليم لثلاثة وصالهم بنفس هاتطريقة هاي متبع ما شوفنا هنحنا هون ولكن ما رح يكون البراد موجود اللي رح يتسلم مع المطبخ جلاية الصحون او الاطباق بالإضافة للغاز الكهربائي والفرن وساحب الهواء طبعا عم يكون جميع مركة سيملس بالإضافة لنا الخزنة بيت الأطباء ستكون هوتوستوب هيدروليك لا يظهر لنا أي صوت أبدا وبهذا النموذج من الثلاثة وصالون ستكون لنا مخرج على البلكون كما نرى الطريقة التصيمة تكون جميلة لدينا ثلاث غرف نوم مفصولات ومأزولات والصالة عم تكون لنا هون الصالة طبعا مساحتها حلوة جدا واسعة عم تكون في إلهاب الكون كبير جدا واسع طبعا الفرش اللي موجود ضمن الصالة ما رح يكون متوفر ضمن الشقة ولكن هو عبارة لا يوجد واحد فكرة عن الديكور وطريقة الفرش حاليا نحن نشوف الغرف مع حمام كبير جدا واسع الغرفة الأولى وهي غرفة نوم أطفال فيها نعتبرا كمساحة نسبيا جيدة وكل الغرف يكون بإطلاع خارجي طبعا ما في عنا غرفين يدخل للشمس الغرف بلعطهم يدخلهم للشمس نحن هنا في عنا حمام الحمام يكون نسبيا واسع كلياتهم من السيراميك كما ملاحظ جدران كلها السيراميك بالإضافة ده الأرضيات السيراميك وغرفة النوم بتاعني كمان غرفة نوم تكون للأطفال مساحتها عم تكون أصغر بشوي من اللي قبلها ولكن عم تكون جيدة حتى بالنسبة فشالي ما نوهن عليها البار كي عم تكون بار كي الخشب الطبيعي بإضافة لأبواع نوعية جدا ممتازة ننتقل لنشوف غرفة النوم الرئيسية غرفة النوم الرئيسية نكون فيها لحمامها الخاص بمساحة جدا واسعة يعني متسع عنا المساحة ليكون نضع كرسيين مع طاولة بجانب الشباك موسيقى موسيقى في عنا هون غرفة الملابس توضع الملابس والأهزية نكون خاصة بغرفة النوم طبعاً هذا الغرف الموجودة فقط بنموذج ثلاث وصارون واثنين وصارون موسيقى 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 الحمام الخاص بغرفة النوم الرئيسية كمان تكون مساحته كتير حلوى وواسع المشروع سوف نتفاصيل المشروع مع بعض المشروع سوف نستمعه بشهر 6-2023 المشروع بمنطقة كاديكوي في القسم الأسوى ومستنبول حالياً هو سوف نكون خائد الإنشاء ومثل ما ذكرنا ما رح يكون في رسوم طابع المشروع عادة إعمار عم يكون في هذه الفرصة ومحفز بالنسبة للشراء وحالياً أسعار المشروع عم تكون أرخص بعد ما يكون بفترات متقدمة من الإنشاء ذكرنا تفاصيل المشروع بشكل كامل مثل ما شدوا وإذا عندكم أي استفسار حول هالمشروع أو مشروع تاني في اسطنبول بإمكانكم التواصل معنا عن الرقم الظاهر في الفيديو أو تكون طريقكم ورح متواصل معكم ترجمة نانسي قنقر